على بعد نحو شهر من الانتخابات في ليبيا يستمر الجدل بشأن قانون الانتخاب الرئاسي وتحديدا المادة 12 منه قانون أكد الناطق باسم المجلس النيابي أن الأوان قد فات على تعديله فيما وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد البيبة بالمعيد داعيا الليبيين إلى رفضه وسط هذه الأجواء تكثر الدعوات إلى مصالحة ليبية وهو ما أكد رئيس البرلمان الليبي عقيل الصالح بعد تقديم ترشحه للرئاسة أنه سيركز عليه هل كل الترشيحات للرئاسة الليبية تراعي المادة 12 من القانون وما أبرز التحديات أمام الاستحقاق الانتخابي وأمام ملف المصالحة الليبية كيف يمكن أن تطبق هذه المصالحة في ظل تناقضات الأفريقاء الليبيين وخلافاتها معنا الآن من بنغازي رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح ومعنا من تونس المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار مرحبا بضيفي أستاذ جمال مساء الخير دعني أبدأ معك واضح هناك انقسام حاد إلى حد كبير فيما يتعلق بهذه الانتخابات ليس فقط ما يرتبط بالتوقيت لأن هناك اعتراضات لدى البعض فيما يتعلق بالتوقيت البعض يقول لا يمكن إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر بعد حوالي شهر من الآن والمارسلة الأخرى متعلقة بقانون الانتخابات هل نحن أمام فترة ستظهر فيها هذه الاشكاليات وهذا الانقسام بشكل أعمق ربما نعم مساء طي تحية طيب عليك وضيفك كريم وكل المتتابعين قناة سكاين نيوز العربية نعم لنفسي سرنا بأن هناك بصراحة انقسامات حادة واصطفاف سياسي حاد بالأخص ظهر علينا في الفترة الأخيرة بزياد عدد المترشحين للرئاسة لن ننكر ذلك ولكن كل أمنا وكل ما يهمنا في هذا الانقسام بأن تكون لدينا شخصية وطنية حقيقية تتبنى مشروع المصالحة الوطنية وتمشي قدما نحو الأمام لهذا الملف ليعتبر ملف مهم مسأة الانقسامات الآن حادة جدا كذلك الخلاف البعض على مسأة قانون الانتخابات أنا أعتقد بأن أصبح ليست معضلة لأن قبل الجميع أو قبل الجميع بهذا القانون القانون رقم واحد لسنة 2012 المعني بانتخابات رئيسية أنا أعتقد وأصبحوا الآن يعملون على مسأة أن ترشيح أنفسهم للرئاسة لذلك الاشكالية حتى في قانون حول مادة رقم 12 هي تعتبر ليست بالمحضلة وليست بالمشكلة بقدر الانقسام الحادة اليوم التي شفناها على الساحة الليبية من أطراف طيب هناك مسألة هناك انقسام وربما خلافات على بعض هذه الأسماء المترشحة للرئاسيات تحديدا وهناك أيضا انقسام ويعني جدل حول القانون نفسه الجدل ليس فقط متعلق بالمادة 12 ولكن أيضا بالقانون وبطريقة تمرير هذا القانون وبأنه أقره مجلس النواب بمعزل عن مجلس الدولة إلى آخره يعني مسائل عدة متعلقة بالقانون أستاذ محمد مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش كيف ترى الأمور يعني إلى أين هي الذاهبة في ظل هذا الانقسام وهل بالفعل قد نشهد انقساما حادا بشكل واضح في الفترة القادمة ربما يعيق مسألة إجراء الانتخابات في موعدها ما رأيك في ذلك التحية طيبة بداية أستاذ مهند ولي ضيفك الكريم ولكل المشاهدين مسألة يعني هذا الخلاف الحقيقة تحدثنا عليه منذ فترة طويلة منذ عدة أشهر وتحدثنا أن هذه المرحلة هي مرحلة تمهيدية مبنية أساسا على مبدأ التوافق بين أطراف الصراع أحد الأطراف يمثلها مجلس النواب والطراف الآخر يمثله مجلس الدولة ما تم التوقيع عليه في مخرجات ملتقى الحوار السياسي هو مسألة التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ولكن للأسف الشديد وكأن كل الأطراف السياسية التي انبثقت عن مخرجات ملتقى الحوار السياسي يعني لم تقرأ هذا المبدأ والحقيقة هذا المبدأ أيضا تم تضمينه في أحد القرارات المهمة لمجلس الأمن الدولي قرار 25-70 وبالتالي أعتقد أن التحدي الأكبر هو عدم الوصول إلى توافق بين أطراف الصراع حول القوانين الانتخابية وهذا الحقيقة يرجع أساسا إلى أن هذه الأطراف السياسية لازالت إلى حد هذه اللحظة تستقوي بالدول الخارجية تستقوي أيضا بالقوات الأجنبية المتواجدة سواء كانت في شرق ليبيا أو في غرب ليبيا وهذا الحقيقة سيؤزم ربما الموقف وهذا ما شاهدناه خلال الحقيقة الأسبوع الماضي من مسألة إقفال لبعض المراكز الانتخابية قفل أيضا لبعض الفروع المفوضية هناك أيضا بيانات هذه البيانات وصفناها الحقيقة كانت مرافضة لكل هذه القوانين وأيضا لا ننسى مسألة التحشيد هذا التحشيد أعتقد أنه لن يخدم ولن يكون في صالح مسألة المضيء في تطبيق خطوات العملية الانتخابية التي تطلع إليها الليبيين والتي طالبت بها مبادرة القوى الوطنية الليبية منذ انطلاقها والتي تهدى في الحقيقة للتخلص من كل القيادات السياسية والقيادات العسكرية التي أوصلت ليبيا إلى حد هذا المشهد سواء كان من خلال إدخال القوات الأجنبية أو من خلال إدخال المرتزقة وكذلك أيضا أو إيصال الليبيين إلى حد هذا الحجم من المعاناة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني سيد جمال رئيس الحكومة المؤقتة أو حكومة تصريف الأعمال حكومة الوطنية سيد دبيبة كان له تصريحات لافتة في اليومين الماضيين يقول سيد عبد الحميد دبيبة ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها هناك طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين يقول أيضا قانون الانتخابات مفصل على أشخاص بعينهم بهدف حرمان المواطنين الليبيين من حق تقرير مصيرهم واضح أن سيد دبيبة لديه تحفظات واعتراضات كبيرة أو كثيرة على قانون الانتخابات وعلى كل هذه العملية الانتخابية هل بالفعل هذا القانون قانون الانتخاب مفصل لخدمة أو للسماح لشخصيات بعينها من الترشح وربما بشكل يعني يجعلها تبدو وكأنها حظوظها أكبر في الفوز في هذه الانتخابات لا في اعتقادي بأن القانون الانتخابات الرئاسية جاء مفتوح لجميع بالأخص المدى 12 يعني عطت المساحة لجميع سواء كان عسكري أو مدني له الحق في الترشح لانتخابات الرئاسية ولكن بشرط أن يعني يقدم طلب بإيقاف عن العمل لمدة يعني لمدة ثلاث أشهر قبل الانتخابات في ثلاث أشهر السيد عبد الحميد الدبيبة نحن نعلم بأن السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم يحاول بصراحة أن يعرقل المسار الانتخابي السيد عبد الحميد الدبيبة لديه الرغبة في استمرار في السلطة ولا يريد ترك بصراحة رئاسة هذه الحكومة للأسف ولدينا نحن نشواهد سابقة ولدينا نحن يعني تسريبات سابقة خلال ملتقة 75 عندما صرح أكثر من عضو في هذا الملتقة وفي هذه اللجنة لجنة 75 بأن السيد عبد الحميد الدبيبة دفع رشاوي من أجل بقائه في الحكومة الوحدة الوطنية إلى سنة 2025 كذلك هناك تصريحات موثقة بالفيديو السيد عبد الحميد الدبيبة وظهور الآن وفي هذا التوقيت هي صراحة هي مسألة أو حجة لعرقلة المسار الانتخابي السيد عبد الحميد الدبيبة حتى في السابق عندما صحبت منه الثقة أو من حكومة الوحدة الوطنية الثقة شفتنا نحن الهجوم اللاذع لقام به سيد عبد الحميد الدبيبة على مجلس النواب هنا نتفق أو نختلف على مسألة مجلس النواب ولكن للأسف أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصبح جزء من الصراح ويصبح جزء من تأزيم المشهد والموقف السياسي في ليبيا فهذه هي الكارثة لذلك سيد عبد الحميد الدبيبة الآن خلينا نسأل أنفسنا لماذا في هذا التوقيت لماذا قبل أقل أو نقوله نحن شهر قبل الانتخابات اليوم يخرج علينا سيد عبد الحميد الدبيبة ويطالب بأن هذه الانتخابات معيبة ولن تمر يعني السيد عبد الحميد الدبيبة هذه الحكومة جاءت لتمهيد انتخابات 24 ديسمبر السيد عبد الحميد الدبيبة لا يملك هذه الصلاحيات وكذلك للأسف سيد عبد الحميد الدبيبة هو دجاوز صلاحياته في مسألة حتى انتخابات 24 ديسمبر نحن تغذينا حتى في السابق على مسألة الرشاوي في ملتقى الحوار السياسي حتى نضمن انتخابات 24 ديسمبر لكن ظهور سيد عبد الحميد الدبيبة في هذا التوقيت وبصراحة من خلال هذه المشاهد التي شفناها اليوم هو محاولة منهم فقط ليس الانتخابات ونجاحها ولكن هي محاولة منه لعرق الوضع العرقين أمام مسيرة انتخابات 24 ديسمبر السيد عبد الحميد اليوم يجتمع بأنصارة وبأن هذه القوانين هي معيبة لا سيد عبد الحميد لا بس ما هو ليس السيد الدبيبة لوحده سيد جمال الذي يعترض على هذه القوانين وعلى المشهد الانتخابي بشكل عام هناك قوى عديدة وتيارات عديدة خاصة في الغرب الليبي التي تعترض على طريقة إجراء هذه الانتخابات تعترض ربما على بعض الشخصيات الجدلية التي رشحت نفسها في هذه الانتخابات قضايا عديدة تزيد من حالة الانقسام بسرعة سنتصارد ما تقول المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية تقول المادة 12 المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات السيد محمد شبار هل ينطبق هذا الكلام على السيد عقيلة صالح طبعا يعني مسألة النقاش للمادة 12 أعتقد أنها مسألة ربما يمكن نقاشها بين أطراف الصراع ولكننا الحقيقة لا ندعم أي طرف من أطراف هذا الصراع أيضا هذه المادة بالفعل إذا تم التوافق عليها بين أطراف الصراع والمتمثلين طبعا في مجلس الدولة ومجلس النواب لا أعتقد أن في ذلك الوقت سنشهد مثل هذه الخلافات وهذه الاحتجاجات وقفل كل هذه المراكز ولا يعني لن نسمع عن أي تحشيد حول مسألة المضي في تطبيق وتنفيذ خطوات العملية الانتخابية أعتقد أن أمام مجلس الدولة ومجلس النواب نافذة وحيدة فقط هي مسألة التوافق على قاعدة دستورية يعني قاعدة دستورية وأيضا قوانين قوانين الانتخابية ولكن هذا يعني فات القطار على هذه المسألة أستاذ محمد لأنه البعض يقول أن الوقت لم يعد متاحا لأي تغيير في مسألة القوانين لا أعتقد أن مسألة تعديل فقرة في قانون أنها ستحتاج إلى وقت طويل ولكن نعلم جيدا من جانب آخر بأن هذه المادة وهذا ما يقول عليه الكثيرين من المراقبين أنها فصلت ربما تكون على بعض الشخصيات وبالتالي إذا ما نظرنا حتى للشخصيات التي تم تقديمها والمخاوف الحقيقة الآن الموجودة في الشارع الليبي هو مسألة وصول أحد من ارتكبوا الجرائم أو من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أن يصلوا إلى سدة الحكم والحقيقة هذه المخاوف يعني تواترت حتى على بعض قادة القادة على المستوى الدولي القادة السياسيين أهمهم طبعا وزير الخارجية أنطوني بلينكين وبالتالي في ظل هذه المخاوف الحقيقة وفي ظل هذه الاحتجاجات والخلافات وأيضا في ظل صحيح أن مسألة التعديل ربما ستواجه صعوبات أهمها طبعا التدخلات الأجنبية نعلم جيدا بأن حتى هناك فقط التدخلات الأجنبية أستاذ محمد يعني الآن العملية الانتخابية بدأت هناك مرشحين تقدموا بأوراقهم بناء على القانون الموجود حاليا نأتي الآن ونعدل هذا القانون بعد أن بدأت هذه العملية الانتخابية ستكون مسألة غير عملية وربما أيضا غير قانونية إذا ما تحدثنا عن المبدأ الذي يعني دعم فيه المجتمع الدولي من خلال قرارات من مجلس الأمن الدولي وتحدث بأن تكون هذه العملية هي ملك للليبيين دون غيرهم وأن تكون شفافة وحرة ونزيهة أعتقد أن المجتمع الدولي يعيك كل هذه المصطلحات نعلم جيدا أيضا أن هناك مرشح تحميه الآن قوات أجنبية وهناك دولة يعني استدعت مرشحين من أجل الاتفاق على مرشح معين وبالتالي أعتقد أن التدخل هذا التدخل الأجنبي في العملية السياسية يضق نقوص الخطر في مسألة مصدقية وشفافية العملية الانتخابية هذا ما نقصده بالفعل وبالتالي أعتقد أن كل المؤسسات اليوم مؤسسات السياسية خصوصا التي تمثل أطراف الصراع عليها عبء كبير جدا فيما إذا بالفعل كانت هناك جدية بأن تكون هذه العملية تعبر عن إرادة الليبيين دون أي تدخلات أجنبية والحقيقة هذا ما تحدثنا عليه منذ أشهر عديدة وقلنا بالحرف الواحد أن مسألة خروج القوات الأجنبية هي ركيزة أساسية في مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا وأيضا أن تكون بالفعل العملية الانتخابية عملية تعبر عن إرادة الليبيين وتكون بالفعل هي ملك للليبيين وحدهم دون غيرهم حتى ننتهي من أزمة الشرعية في ليبيا أعتقد أن كل هذا اللغط وكل هذا التشويش الآن الذي يجوب سواء كان في الشارع وحتى على كل القنوات والمؤسسات الإعلامية هو سببه الرئيسي والتواجد الأجنبي الذي أدى إلى خروج الآن قوانين غير توافقية وتحاول أحد أطراف الصراع فرضها على الجميع طيب أستاذ جمال أيضا السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يقول عن هذه العملية يقول العملية الانتخابية تتطلب وجود قاعدة دستورية وحالة توافقية بين كل الأطراف السياسية يضيف بأن هناك رغبة في الدخول لحالة صراع ومغالبة بدلا من الوصول للتوافق وهو ما نرفضه تماما كما يقول السيد خالد المشري هل بالفعل هناك رغبة لدى البعض للدخول لهذه الحالة حالة الصراع والمغالبة كما أشار إليها السيد المشري نعم بالنسبة لسيد خالد المشري هو سيد خالد المشري منذ بداية هو رافض مسألة الانتخابات الرئاسية برمتها هو سيد خالد المشري اليوم يحاول بصراحة أنه يتحجج بأن لا يوجد هناك توافق للأسف كانت هناك مساحة كافية ما بين الطرفين سواء كان المجلس الأعلى للدولة وكذلك مجلس النواب وكانت هناك العديد من اللقاءات والمؤتمرات من أجل وصول إلى أرضية مشتركة أرضية توافقية من أجل انتخابات 24 ديسمبر اليوم نحن لما نطالب بتوافق ما بين المجلسين وكأن نحن نطالب بمعضلة كأن نحن نطالب بالمستحيل لأنه لن يحدث هذا التوافق للأسف لذلك السيد خالد المشري هو يحاول بصراحة لأنه هو أفلس سياسيا وكذلك أفلس حتى قانونيا وطعن في العديد من المرات وكذلك طعن حتى في عمل انفواضية وطنية لعليا الانتخابات في السابق وقدم على عديد من الدعاوة قضائية ضد الانفواضية وطنية لعليا الانتخابات ولكن فشل حتى قانونيا فشل اليوم يحاول أن يخلق حالة من الفوضى للأسف السيد خالد المشري هو من أجل هذا الصراع السيد خالد المشري هو من حرض على إقفال مراكز انتخابية في بعض المدن في المنطقة الغربية السيد خالد المشري وكذلك المفتي الصادق الغرياني هم من أعطوا لهذه المجموعات المسلحة الإذن بالتحرق لإقفال هذه المراكز الانتخابية إذا كان نحن نتحدث على فرض عقوبات لسيد خالد المشري يفضل الآن يكون في قائمة العقوبات المعرقلين لهذه الانتخابات لأنه هو أن نرافض فكرة الانتخابات الرئاسية برمتها كذلك هو من حرض على العنف وكذلك ما حدثت في الأيام الماضية في المنطقة الغربية لذلك لا يتحدث على مسأل التوافق إذا كان نحن نريد بسرعة نريد أن نرجع إذا السيد خالد المشري هو نفسه منقلب على العملية الانتخابية هو نفسه من انقلب في 2014 على انتخابات المجلس النواب هو نفسه من تحرك بقوة السلاح وفرض نفسه كمنقلب سياسيا على انتخابات للأسف نحن في كيف اليوم نضمن بأن السيد خالد المشري أنه لديه الحس الوطني ومخاوف على الوطن هو نفسه منقلب على العملية الديمقراطية وعلى الصناديق الانتخابات طيب أستاذ محمد شبار اليوم نتحدث أيضا عن ترشح السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان للانتخابات الرئيسية يقول السيد عقيلة صالح الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة والانتخابات هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية تتحدث قبل قليل كنت عن التدخل الأجنبي أستاذ محمد أليس الاقتراع العام يعني هو الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها أن تضع حدا لكل هذه الأمور يذهب المواطن الليبي يختار من يختار وتنتهي المسألة ما رأيك في ذلك مسألة الاقتراع العام يجب أن تكون ملك للليبيين ولكن أعتقد أن الحالة التي تشهدها ليبيا اليوم لن تكون هذه العملية بالفعل هي ملك للليبيين ولن تكون شفافة نعلم جيدا بأن وجود القوات الروسية في الشرق الليبي ووجود أيضا القوات التركية في الغرب الليبي يعني ستكون لها تدخلات في مسألة العملية الانتخابية روسيا لديها أيضا تدخلات في دول يعني تدخلت في العملية الانتخابية وهي لازالت محط تحقيقي لحد هذا اليوم وبالتالي بالفعل أن مسألة أن تكون ليبيا والليبيين يعني يملكون هذه العملية الانتخابية لا يمكن أن تكون ملك لهم إلا في حال خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزخة المتواجدين اليوم في ليبيا وبالتالي الآن يعني تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار وأيضا لإنهاء أزمة الشرعية في ليبيا هي مسألة خروج الكامل للقوات الأجنبية حتى بالفعل في ذلك الوقت يعني أنت تركز على مسألة خروج القوات الأجنبية يعني أن يعبرون عن أنفسهم ويعبرون عن إرادتهم وكان هناك دعوات لأن تتم هذه المسألة قبل الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر ولكن من الواضح أن هذه المسألة لن تتم قبل هذا الموعد لأن حتى لو بدأت القوات الأجنبية والمرتزقة بالخروج غدا لن يكون هناك وقت كافي لإتمام هذه المشكلة هل ترى هناك فيما يتعلق بالعملية الانتخابية أي مشاكل أي عوائق بسبب هذا الوجود الأجنبي قد يعرقل بشكل من الأشكال إجراء العملية الانتخابية في موعدها إذا بالفعل تمت العملية الانتخابية في ظل التواجد الأجنبي فبالتأكيد ستكون نتائجها يعني معدة مسبقا من قبل القوات الأجنبية والدول الأجنبية التي ستدخل في العملية الانتخابية وبالتالي لن تعبر عن إرادة الليبيين وبالتالي لن تنتهي أزمة الشرعية في ليبيا أعتقد أن لجنة 5 زائد 5 عملت جهد مميز طبعا هذا بدعم من المجموعة الدولية وهناك اجتماعين مرتقبين نحدهم في موسكو والآخر في أنقرة لعل ستكون نتائج مطمئنة ومرضية من أجل الخروج الكامل للقوات الأجنبية وفقا للخطة التي أعدتها لجنة 5 زائد 5 في الثامن من أكتوبر الماضي وهذا الحقيقة يعتبر هو الركيز الأساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وليسترجاع سيادة الدولة الليبية ووحدة التراب الليبي أما في ظل هذه الفوضى الآن الأمنية والتواجد الأجنبي والقواعد الأجنبية وأيضا نحن نتحدث عن قوات تمتلك طائرات نفاثة لا أعتقد أن العملية الانتخابية ستكون بهذه الطريقة ملك للليبيين وأن تكون بالفعل شفافة وتعبر عن إرادتهم من أجل بالفعل استبدال كل هذه القيادات السياسية بحكومة تنهي حالة التشردم وحالة الانقسام وتنهي أزمة الشرعية في ليبيا إذن نحن نتحدث عن هناك تحديات الحقيقة وهي تحديات الآن نراها واقع سواء كانت من ناحية التشريعات سواء كانت من ناحية ملكية هذه العملية الانتخابية أيضا الفوضى الآن التي نراها اليوم التحشيد العسكري وهذا الرفض لهذه القوانين هي تحديات علينا أن نفكر في حالتها خصوصا هذا الحديث موجه سواء كان للقيادات السياسية وكل هذا الحديث الحقيقة نوجهه للمجتمع الدولي ليأخذ كل السبل من أجل حلحلة كل هذه المختنقات التي تواجهها العملية الانتخابية في ليبيا سيد جمال أود أن أسألك أيضا عن ترشح السيد عقيل صالح قبل ذلك أيضا المشير خليفة حفتر كان قد أعلن ترشحه قال السيد حفتر تحديدا أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها أتعهد ببناء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقته في الانتخابات المقبلة أود أن أسألك عن ترشيح السيد عقيل صالح الذي كما هو معروف حليف أساسي للمشير خليفة حفتر وداعم رئيسي البعض قرأ هذا الترشح بأنه ترشح ضد المشير خليفة حفتر أو ترشح لأنه أذرك بشكل من الأشكال لأن السيد حفتر قد لا يقبل أو قد تنظر المفوضية في إن كانية استبعاده من الانتخابات إلى أي مدى هذه الأمور في مكانها أستاذ جمال هو بالنسبة لي أننا نعتبر أمر طبيعي إذا كان هذه العملية الانتخابية مفتوحة للجميع لا نظرية مفتوحة للجميع ولكن هناك حسابات سياسية كما تعلم جيدا في هذه الأمور لا أرى فيه هنا نعم أنا أرى فيه أمر طبيعي وصحي جدا لذلك هناك من الشخص بأن خروج السيد عقيلة يعني من الشرق مع السيد خليفة حفتر هو وكأنها مسألة تشتيت الأصوات وكذلك هو مسألة لشق الصف في مسألة التصويت ولكن أنا أرى فيها بأنه أمر طبيعي إذا كان نحن نتحدث على انتخابات نحن لماذا ما زلنا نصنف العملية في ليبيا هي معسكر الكرامة في الشرق الليبي وصنفناها معسكر فجر ليبيا في الغرب الليبي والآن صنفنا معسكر صيف الأسلام أو نظام صدق في جنوب الليبي لذلك هو هذا ما يعزز الانقسام بس هذا هو الواقع أستاذ جمال هذا ما تقول التحالفات والتكتلات والجغرافية اليوم في ليبيا هذه هي شئنا أما بينها هذه هي التقسيمات التي أشرت لها نعم هو الأسف أن هذا واقع وفرض علينا ولكن أنا أتحدث على مسألة الانتخابات الرئاسية ومن كل لديه الحق في الترشح سواء السيد خليفة حفتر سيد عقيلة صالح السيد صيف الإسلام حتى السيد خالد المشري ولكن وفق قانون الانتخاب الرئاسية قانون رقم واحد لسنة عشرين وواحد وعشرين لذلك هو أجاز الجميع أن يدخل الأعمال الانتخابية أما مسألة أنه جاء التحدي لسيد خليفة حفتر في الشرق الليبي وهي تشتيت الأصوات في هذه الانتخابات أنا أراها بصراحة بالنسبة لي أنا وكل لديه وجهة نظرة أنا أراها فيها أنها غير مقبولة إذا كان الشعب فعلا يريد سين من الناس سوف تذهب الأصوات جميعا إلى هذا الشخص لذلك الكل لديه الحق أما تشتيت الأصوات فأنا أراها هناك من صرح بأنها مسألة غير موفقة أو غيرها ولكن الجميع عليها أن يدخل الانتخابات إذا كان كل واحد يرى أن لديه قاعدة شعبية وهو فعلا لديه بصراحة يعني 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 الكثير من الأصوات ذلك يتقدر الانتخابات وما تفصل في هذا الأمر هي صندوق الانتخابات ولكن فعلا نحن ما يهمنا هو المشروع الوطني ما يهمنا هو مشروع المصالحة الوطنية نحن نعلم بأن الحالة الليبية متأزمة جدا وهناك التشضي وأنكسام سواء كان على صعيد طيب خلينا نحكي في الوقت المتبقى عن هذه المسألة بالنظر إلى الأسماء المطروحة أستاذ جمال يعني مسألة المصالحة الوطنية في حال فوز شخصية مثل سيف الإسلام القذافي هل تعتقد بأنه هذا سيشجع أو سيعزز مسألة المصالحة الوطنية باختصار حتى أن تقل الأستاذ محمد بصراحة هو لديه أنصار كدر في ليبيا إذا كان هم يرون بأنفسه بأن سيف الإسلام يمكن أن يقود مشروع المصالحة فلذا كبسة شخص صدر بحق حكم إعدام في القضاء الليبي وشخص مطلوب للعدالة الدولية هل ترى أنه هذه الأشياء تؤهل من باب أنه من حق كل الليبيين الترشح للانتخابات هل هذه الأشياء تؤهل أم أنها عائق ربما يجب أن يكون في طريق ترشحه ربما يكون عاقب بكل صدق يعني أنه لم يفصل القضاء الليبي في مسألة ترشحه ولكن زي ما ذكرت لك بأنه هو لدي قاعدة شعبية ولن يستطيع أن ننكر ذلك لذلك من يختار فهو مسؤول عن خياراتي لذلك نعم زي ما ذكرتك كل ما يهمنا هو مشروع المصارحة الوطنية وتأتينا شخصية قادرة على قيادة هذا المشروع وهذا الملف الذي يعتبر مهم جدا هناك من يرى في السيد السيف الإسلام هناك من يرى في السيد خليفة حفتر أو هناك من يرى في سيد عقيلة أو حتى السيد عبد الحميد بيبل لذلك يعني الخيار هو خيار للشعب الليبي في هذه المسألة طيب سيد محمد ما رأيك في هذه المسألة مسألة يعني المصالحة الوطنية وإمكانية أن يؤثر فوز أحد هؤلاء الشخصيات الجدلية على هذه المسألة باختصار لو سمعت كل المترشحين الحقيقة لديهم انتماءات إما هذه الانتماءات هي انتماءات فكرية أو انتماءات أخرى تتعلق بالجهوية والقبلية وبالتالي أعتقد أن في ظل يعني المترشحين الحاليين لا يمكن لكل هؤلاء المترشحين أن يحملوا مشروع للمصالحة الوطنية نعلم جيدا أن كل هذه يعني هناك فريق كبير لديه ربما يعني بعض القضايا المرفوعة سواء كانت محليا أو دوليا وأيضا هناك مترشحين آخرين لديهم هذه الانتماءات الضيقة على المستوى الفكري وعلى المستوى الجهوي والقبلي وهذا الحقيقة يتعارض تماما مع مشروع للمصالحة الوطنية يكون بالفعل هذه الشخصية يعني هدفها الرئيسي تحقيق المصالحة الوطنية والانطلاق نحو التنمية دون أي تمييز بين كل طبعا المناطق وكل المدن ليبيا سواء كان في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أعتقد أن كل هذه الشخصيات لا تستطيع لحقيقة قيادة مشروع مثل مشروع مصالحة الوطنية في ليبيا نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية كان معنا من تونس أشكر ضيفنا من برغازيا لأسر جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية شكرا جزيلا